هذا الفطر يسمى كأنباء أو فجوس في محافظة طفار بين الشرق والقرب بشكل عام لكن هذه النوعية بالذات تسمى فجس ثم في نوعية أخرى تسمى نثرت السؤال الذي يطرح نفسه هل فجس يتحول إلى نثرت في مرحلة زمنية معينة؟ أم أنهم صنفين مختلفين لنفس النوع؟ لأن فجس الساق ماله قوي وصلب أكثر من نثرت الساق مالها الحيفات مالها خفيفة وأكثر ليونة وتكون القمة مدببة وواسعة هذا هم النوعين مع بعض هل يتحول فجس إلى نثرت؟ أم أن كل واحد منهم صنف خاص من واقع خبرتكم وأتمنى أن يسأل هذا السؤال لكل كبار السن والناس اللي يبحثوا عن فجوس أو قنباء بشكل مستمر وعندهم خلفية ويجدوه في مراحل مختلفة